وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 125 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 105 أطن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 705 قضايا من بينها 179 قضية خبز ناقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبطه 19 قضية بمضبطات بلغت قرابة 61 طن أقمح محلية